محمد الشازلي فكان فيه مطالبة بأن القطن ده الدولة تدعمه بحيث أن الفلاح ميبقاش عنده هذا المحصول يعني باسترادية حتى يتمكن من زراعة المحصول الآخر يعني ده كان بالنسبة للجنة الزراعية أما بالنسبة للجنة اللي هي لجنة مجلس الشعب النهاردة كانت بتتكلم النهاردة عن موضوع البطالة فموضوع البطالة طبعا من أسباب البطالة أسباب كتير جدا من أسباب البطالة عدم التنسيق بين التعليم واخد بالك أنت وفرص العامل الموجودة خارج أخد بالحضرتك يعني التعليم يجب أن هناك تنسيق بين التعليم وبين فرص العمل الموجودة في المكتب والسوق المحلية ومتطلبات السوق العمل برضو أيضا إحنا طالبنا الحد الأقصى للأجور الحد الأقصى للأجور لأن ده مهم جدا لأن لما يبقى فيه حد أقصى للأجور حيبقى فيه عدالة اجتماعية هيعم الزيادات دي كلها على الشباب اللي هو لم يعمل أو لم يلتحق بعمل محمد محمود حسنين أسوان عن دائرة أسوان إن شاء الله الأصالة الأصالة أهلا سؤال بي كمان والله إحنا فيه طبعا في حوالي يمكن تلتميط طلب إحاطه وتأجل الأسبوع اللي جاي إن شاء الله للحكومة على أساس خطة الحكومة في المرحلة القادمة الحد النهاردة إحنا عندنا قد يوم لا يوجد أي خطة للحكومة والمفروض في خلال ستين يوم يكون في خطة مدروسة للحكومة في الفترة القادمة إن شاء الله لا لا بس هو 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 المفروض في موضوع الأمن القومي أمريكا عملت في الكونجرس الأمريكي بتعني في مصر على إنها بتحاسب بتحاسب وزيرة لا بتحاسب وزيرة التضامن هي قدمت الاستجواب للمجموعة تمويل الأجنبي طبعا المفروض في أسوان إحنا عندنا بإذن المولى المفروض في الرعاية الطبية والاهتمام بالزراعة والمنشآت والمصالح حكومية أمريك فيه كرمكم الله شكرا فلنا شكرا فلنا أكتور حلمي سامويل عضو مجلس الشعب عن أسيوت أهلا بسهل أهلا بسهلنا أيضا عمال كتيرة وكان فيه الجزء كبير من النقاش كان حوالين البطالة وزي ما حضرتك عارف إن البطالة مشكلة عويصة مشكلة مزمنة مشكلة بتمسخ ضع كبير من الشعب المصري والحقيقة بتتفرع منها العديد من التوجهات حل المشكلة ما هوش ممكن ينجز في جلسة ولا في لجنة ولكن محتاج إلى جهد متواصل أنا حس النهاردة أن كل كان الحديث عن إبراز المشكلة وعن مظاهر هذه المشكلة إنما أعتقد أن حل هذه المشكلة بيختضي تواصل في اللجنة المتخصصة لدراسة الأمر بالتفصيل لأنه لابد من عمل إحصائيات الإحصائيات موجودة لكن لابد من دراسة الإحصائيات تحليل البيانات عشان نصل إلى الحلول المنطقية لازم يكون فيه أكثر من محور لازم يشتغل فيه أكثر من جهة للوصول إلى شيء منطقي وقوي بالنسبة لمشكلة مزمنة وكبيرة وبتمس عدد كبير جدا من الشعب المصري في هذه الأمور حاليا أسيوط وبعض البلاد المجاورة من أقل الدخول ومن أكثر البلاد فقرا وتحتاج إلى رعاية خاصة ونفكر في زيادة الموازنة المخصصة لمحافظة السيوط وعمل الكثير من المشروعات التنموية ينقصنا الكثير من المشروعات التنموية وتشغيل الشباب واحتواء مشكلة البطالة نهاردة كان فيه ياسر عبد الرافع نائب عن دائرة كفردوار إدكو رشيد نهاردة كان فيه مناخشة مهمة جدا بتخص كتير من الشعب المصري ومناخشة مشكلة البطالة لأننا كلنا كنواب بتقابلنا مشكلة كبيرة لأن كل الشباب في دوارنا عايز يتوظف وده الحق طبيعي الشاب اللي قاعد يتعلم 16 سنة عشان يرجع يتوظف وفي الآخر قاعد جنب والده والدته بياخد المصروف فكانت المناخشة جميلة جدا جدا وكانت مصرية وتكلم فيها حوالي من 35 نائب من 50 نائب داخل الجدول وإن شاء الله يكون لها صدق كويس عند الحكومة وتقدر توفر للشباب فرص عمل أو توزع على الشباب أراضي زراعية من الأراضي الكتيرة اللي موجودة عند الشعب المصري عشان الشعب المصري وشباب مصر المحترم يشعر بقيمة نجاح الثورة المصرية شكرا فن رب حضرتك حسن أبو العزم وعضو مجلس الشعب ونائب عن جنوب الأليوبية مرحبا بحضرتك مرحبا بحضرتك مرحبا بحضرتك مرحبا بحضرتك لجنة الثقافة والإعلام والسياحة قدسنا عن آخر أخبار لجنة الثقافة والإعلام لجنة الثقافة والإعلام المواضيع فيها كتير خاصة كنا بنعالج آخر اجتماع لنا النهاردة كان مع السيد وزير الثقافة عشان نساعد في النهضة بثقافة الناس في زمننا وخاصة من خلال منافذ أو قنوات وزارة الثقافة زي هيئة قصور الثقافة وهيئة العامة للكتاب وغيرها من هذه الأمور طرحنا عليه تشكيل وهيكلة المجلس الأعلى للثقافة وإزاي أنه فعلا دوره متخازل جدا لا يكاد ينهض بأي شيء مما يحتاجه الناس الآن من تجديد الوعي والفكر والهوية والثقافة وحتى كان اقترحنا أنه يحل المجلس الأعلى للثقافة إمبارح مش النهاردة يعني يحاول يحله إمبارح أفضل من النهاردة البديل يعيد تشكيلته من خلال أساتذة ورموز في الثقافة والإعلام معروفين كويس جدا في مصر يستطيعوا أن ينهضوا بالأمة المصرية والمسلمة الشرقية الشرقية ثقافة الإسلامية هوية ينهضوا بهم فيه رموز كتيرة لكن مش وقد حقها طبعا تعرفين جواز الدولة التشجيعية كان من اللي بيأخذها في الأول هل هناك اعتراب من بعض الناس يعني حول صرف أموال صرف على الثقافة وكده أموال في كتب يعني ليست لها فائدة يعني ثقافية يعني متدنية جدا جدا هل هناك مشروع يعني؟ تنظيم حرية الصحافة والإعلام أصلا كان المشروع اسمه مشروع تنظيم الصحافة فاحنا هنسميه مشروع تنظيم حرية الصحافة لأن فيه جرات كتيرة جدا بتكتب بتسخن الناس يعني بتودي الناس لهوية بتوجههم توجهات خطئة جدا وفيه صحف بتكتب كلام هادف وبناء وما بتاخدش حقها فاحنا بصدد إنشاء مشروع قانون لا يصطدم مع المجلس الوطني للإعلام ولا يصطدم أيضا مع تنظيم الصحافة وحرية الصحافة يعني يكون وصد بين الاتنين بحيث إن احنا نرفع من شأن الإعلام وفيه نفس الوقت يبقى فيه حرية صحافة وفيه حصانة للصحفيين وفيه نفس الوقت يكون الصحفيين أصحاب رسالة مش كلام خلاص احنا با عندنا أي كلام هذا ليس له معنى يتقال عليه كلام جرايت في السابق ما كانش كده كان كلام الجرايت ده كانت الجريدة والصحافة تمثل فكر وعقل الأمة ونافذة الخبر الصحيح الصادق أسألك عن ما تم اليوم من منقشات حول مسألة طرد السفير السوري أنا أقول بصراحة مسألة طرد السفير السوري مسألة مجمعة عليها طرد السفير السوري مسألة مجمعة عليها وإن شاء الله يعني زي ما الدكتور الكاتتني وعد إنها في الجلسة القادمة هتكون على رأس الأولويات إن شاء الله صحيح مصر سحبت السفير المصري من سوريا لكن ده مش كفاية النهاردة لكن ده مش كفاية التدعيات الأكبر ترد السفير السوري وتحجيم العلاقات مع روسيا والصين نظرا لأنها تساعد على زيادة الطغيان وهذا الظلم الغاشم الواقع على إخواننا في شعب سوريا إخواننا في سوريا الشعب السوري شكرا لحضرتك شكرا لكم شكرا لكم